صاروخ انطلق من قطاع غزة يصل إلى شمال تل أبيب إسرائيل ترجح أن الصاروخ يعود إلى طراز جي 80 والذي تصنعه كتائب القسام يبلغ وزن الرأس المتفجر للصاروخ 125 كيلو جراماً ويصل مداه إلى 100 كيلومتر هذا الصاروخ استخدم لأول مرة في حرب عام 2014 وهو مزود بتقنية لتضليل منظومة الدفاع الجوية القبة الحديدية وبحسب حماس فإن صواريخ جي 80 لا يمكن تعقبها لأنها لا تتخذ مساراً خطياً أثناء تحليقها في الجو بل مساراً متعرجاً بطريقة تمكنها من الهرب من صواريخ القبة الحديدية الصاروخ سمي تيمناً بالقائد الحمسوي أحمد الجعبري حيث ترمز جي إلى كلمة جعبري وثمانين ترمز إلى مدى الصاروخ الذي كانت القسام تعتقد أنه سيبلغه ولكن مشاهدين الصاروخ الذي ضرب منزلاً في تل أبيب قطع مسافة تقدر بـ 100 كيلومتر بمعنى أنه تمت زيادة مدى الصاروخ فرضية أخرى تحدثت عنها إسرائيل وهي أن يكون الصاروخ من طراز M75 أو مقدامة 75 الذي تنتجه كتائب القسام أيضاً ويعتبر هذا الصاروخ من فئة الصواريخ متوسطة المدى وتمت تسميته نسبة إلى القائد الحمسوي إبراهيم المقدامة أما رقم 75 فيرمز لمدى الصاروخ المقادمة إذن تيمناً بإسمه M الحرف الأول من الإسم إذن من الممكن أن تكون مشاهدين حماس إذن طورت هذا الصاروخ ليصل مداه إلى 140 كيلومتراً ولكن بعيداً عن نوع الصاروخ فآثار فشل منظومة القبة الحديدية للتصدي له أثارت غضباً داخل إسرائيل فأعلنت السلطات التحقيق في سبب هذا الفشل